اشتركوا في القناة من المصائب التي تنزل على الانسان وهي من باب العقاب الالهي وبين تلك المصائب التي تنزل على الانسان وليست من هذا النوع هذا السؤال يدور في اذهان الكثيرين وطالما تساءل لاسيما الشباب انا لاحظت هذه الحالة موجودة عند قسم من الشباب والشابات يكثرون من هذا السؤال كيف نعرف ان هذا اللي نزل بنا هو عقاب الهي فيجب ان انتبه انا ماذا فعلت اصحح هذا الخطأ ام انه ليس بالعقاب الالهي هذا الامر يحتاج الى توضيح ان القرآن الكريم عندما تحدث عن المصاعب التي تواجه الانسان في حياته والمصائب التي تنزل على الانسان والبلاءات المختلفة كيف يقدمها لنا وما هي اسباب او نتائج او غايات حصول مثل هذه الامور واحدة من هذه الايات القرآنية التي تعالج هذا الموضوع تبين لنا ان المسألة احيانا لا ترتبط بالعقوبة وانما هي ترتبط بالنتيجة الطبيعية للعمل الذي صدر عن الانسان يعني على سبيل المثال شخص يقود السيارة برعونه وبسرعة فائقة ثم يصطدم مثلا بحاجز سيارته تتكسر هو يصاب بكسور مثلا وجروح هل نقول بان هذه عقوبة الهية لانه مثلا قاد السيارة في هذه المرة برعونة وبسرعة فائقة اما ان هذا نتيجة طبيعية عندما فقد السيطرة نتيجة هذه الرعونة والسرعة الفائقة النتيجة الطبيعية لهذا انه يصطدم بمثل هذا الحائط وعندما يصطدم كونه جسم فيزيائي مادي إلى كتلة وإلى آخره واللي اصطدم فيه أيضا كذلك والسيارة كذلك فالنتيجة الطبيعية ان السيارة تتكسر والنتيجة الطبيعية انه يصاب بهذا فهنا لا نستطيع ان نقول بان المسألة هي عقوبة الهية وانما نقول ان هذه نتيجة طبيعية لمثل هذا السلوك وعليك ان تتحمل مسؤوليتك في هذا الاطار ان تقود هذه السيارة بشكل يبعدك عن مثل هذه المخاطر بحيث تقلل من احتماليات حدوث مثل هذا الحادث ومثل هذه الاصابات وهذه النتيجة السلبية اللي اصابت السيارة نعم عندما تأتي الشرطة على سبيل المثال وبعدين المحقق يكتب كذا ثم يحولونك للمحكمة ويصير عليك غرامة او سجن حين ذاك نقول هذه عقوبة على تلك الرعونة وعلى تلك السرعة الفائقة هذه تسمى عقوبة كذلك بالنسبة لأفعال الانسان ليس بالضرورة دائما ان نفسر كل ما يحصل عندنا انه هو نوع من العقوبة فالله غاضب عليه فبالتالي انا خرجت من رحمة الله اذا انا من اهل النار اذا انا ويرتب الانسان عليه مجموعة من النتائج التي تجعله يعيش حاله من القلق السلبي وتأنيب الضمير دون ان يستطيع ان يغير شيئا من واقعه وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم هذا سلوكك انت فعلك هذا وهذه النتيجة المترتبة ويعفو عن كثير الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير بأي معنى اما بمعنى ان الله سبحانه وتعالى لو اراد ان يعاقب الانسان في الحياة الدنيا على ما قدمت يداه فحين ذاك ستجد ان هذه العقوبات بمعنى المصائب اللي تنزل عليه ما تخليه يتنفس في الحياة لان الانسان كثير الذنوب لان الانسان يخطئ كثيرا بحق الله عز وجل يتجاوز الحدود يسرف في المعاصي فبالتالي لو نبي نشوف القضية لو الله سبحانه وتعالى رحمته ما تنزل هنا لو ما في عفو في الدنيا لكانت المصائب تنزل تترى على الانسان ويعفو عن كثير هذا احتمال في المعنى الاحتمال الاخر ان من رحمة الله عز وجل ان يجعل مصائب الدنيا احيانا تأتي وتكون بديلا عن العقوبات الالهية في الاخرة هذا ايضا ممكن ان نفهم الاية بهذه الصورة التفسير الثالث ان الله عز وجل عندما يعفو عن الانسان في بعض ما يرتكب في هذه الحياة عندما يعفو عنه في الدنيا يعفو عنه ايضا في الاخرة في تفسير ابن كثير عن ابي سخيلة ابو سخيلة هذا شخص مجهول حقيقة لا عند السنة معروف من هو ولا عند الشيعة ولكن يروون عنه عن امير المؤمنين علي عليه السلام يعني في كتب السنة عن علي عليه السلام في كتب الشيعة ايضا عن علي عليه السلام هل اسم هذا هو عبد الله ابن ابي سخيلة او سجيلة الخراساني هو نفس الشخص ام في خطأ بحيث بالاسم المهم ما ندري شخص مجهول عن علي عليه السلام قال انا اخبركم بافضل اية في كتاب الله عز وجل وحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وآله قال وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وسأفسرها لك يا علي يعني النبي قال ما اصابكم من مرض او عقوبة او بلاء في الدنيا فبما كسبت ايديكم شكلون يعني كنتيجة طبيعية او تكون عقوبة احيانا والله تعالى احلم من ان يثني عليه العقوبة في الاخرة بعد اللي يصير هنا وهني تتأذى منه ويكون هذا نتيجة طبيعية مثلا تصاب بآلام كذا بعد الله يوم القيامة يعتبر هذه بذل تلك فما يكرر العقوبة عليك في الاخرة فيما يخص هذا وما عف الله عنه في الدنيا فالله تعالى اكرم من ان يعود بعد عفوه رواية ثانية اللي وجدتها عن هذه ابي سخيلة بالمناسبة يعني حبيت اذكرها هذه في مصادرها في مصادرنا ذيك في تفسير ابن كثير من مصادر اخوانا اهل السنة هذه في مصادرنا احنا في رجال الكشي عن ابي سخيلة في رجال الكشي عن فضيل الرسان قال حدثني ابو عبد الله عن ابي سخيلة قال حججت انا وسلمان ابن ربيع قال فمررنا بالربذة ابو ذر تم نفيه من المدينة الى الربذة فهذا كان مار هو مع سلمان ابن ربيع مارين بالربذة وابو ذر موجود فيها وقت النفي قال فأتينا ابا ذر فسلمنا عليه قال فقال لنا ان كانت بعدي فتنة وهي كائنة رح يصير فتنة من بعدي فعليكم بكتاب الله والشيخ علي بن ابي طالب فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول علي اول من آمن بي وصدقني وهو اول من يصافحني يوم القيامة وهو الصديق الأكبر وهو الفاروق بعدي يفرق بين الحق والباطل وهو يعسوب المؤمنين يعني سيد المؤمنين قائد المؤمنين والمال يعسوب الظلمة الظلمة من اللي يقودهم في تحركاتهم وكذا هو المال هذه الرواية يرويها أيضا نفس هذا الشخص هذه المفردة الأولى التصور الأولى الذي يقدمه القرآن عن المصائب التي تنزل الإنسان أنه نتيجة طبيعية لفعل الإنسان نفسه الأمر الآخر الذي يذكر القرآن عن هذا الموضوع أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يبتلي الإنسان بأمور رحمة به من أجل أن لا يضغى لأن الإنسان من يصير عنده قوة من يصير عنده فلوس من يصير عنده جاه من يصير عنده أتباع من يصير عنده شهرة تشوف أن هذا الإنسان عنده قابلية أن شي يصير عنده حالة من الضغيان ينتفخ من ينتفخ هذا الإنسان حين ذاك يبدأ تصدر عنه مجموعة من السلبيات الآن دائرة السلبيات هذه قد تتسع وتضيق لكن الصورة هي واحدة ولو بسط الله الرزق لعباده لو أن الله سبحانه وتعالى ما يضيق على الناس في المال الآن الناس في مجتمع واحد يخلي كل هذا المجتمع حالهم يعني ردي ما عندهم مصادر مالية وكذا أو كأفراد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض صار عندهم طغيان فيبغون ولكن ينزل بقدر ما يشاء لكن الله سبحانه وتعالى يضيق الموارد المالية والاقتصادية على هؤلاء الناس أو على تلك المجتمعات إنه بعباده خبير بصير فالمجتمع اللي يعيش ضائقة مالية ينشغل بنفسه ما يفكر إنه يخزو مثلا ويكون عنده عدوان وكذا على هالجار وهذا الجار وهذا الجار والإنسان اللي أيضا كذلك يكون وضع المادي تعبان من الصبح للليلة هو يفكر بلقمة شنو لقمة رزقه وكذا لقمة العيش فما يبغي هذا من يصير عنده مال يبدأ شي سوي مديد على هذا ويبي يسرق من هذا ويبي يكوش على أموال هذا ويبي يطغم بهالجهة وبهالجهة فالله سبحانه وتعالى يقول رحمة بكم رأفة بكم الله سبحانه وتعالى يضيق على بعض الناس في الرزق كذلك الإنسان اللي يكون ضعيف مثلا الدولة اللي تكون ضعيفة ماديا وكذا ما تفكر مثلا إنها تأذي الدول الأخرى لأنه تخاف من ردة الفعل إذا الجيران أقوى منها ماديا أسلحة أكثر كذا تخاف من ردة فعلها فما تتحرج فيها فهذا أيضا صورة أخرى ثم هذا الإنسان اللي يعيش ضنك الحياة يقدر النعمة يقدر النعمة اللي عاشوا فترة الغزو مثلا في الكويت يذكرون الخبز اليابس وبقايا الخبز شكذر كان مهم ما تنقط أجلكم الله بالقمامة هذه اللي شوية القطعة وكذا يردون يحطونها يخشونها وكذا ويأكلونها إلى آخر يعني نتفى منها فبالتالي الإنسان يقدر النعمة لكن لاحظ إذا ما قدر النعمة رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة أكوام من الحنطة وقت اللي يعني الناس عندهم زراعة وحصاد فتصير مرات في البساتين وكذا المكان اللي الناس يشتغلون فيها يصير في الحقول عفواً يصير أكداس من الحنطة فهذا يسأل يقول يصير أصعد فوقهم فوق على القمة مثلاً وأصلي فنهى عن ذلك فقيل له إذا افترش إذا افترشه وكان كالسطح يقول إذا سوينا مو مثل الجبل وإنما فرشنا فرش وأقوم أصلي عليه فقال لا يصلى الإمام يقول له لا يصلى على شيء من الطعام فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم فعظموه ولا تطأوه ولا تهاونوا به فإن قوماً ممن كان قبلكم وسع الله عليهم في أرزاقهم صار عندهم خير وايد اقتصاد قوي أموال كذا فصار مثلاً الطحين وكذا متراكم مادة الغذائية هذه اللي يعتمدون عليها متوافرة بشكل كبير بحيث سعرها ماذا؟ سعرها قليل وجيبهم مملوء بالأموال فاتخذوا من الخبز النقي مثل الأفهار الخبز النقي يعني شنو؟ يعني هذا اللي يطلعونه من قشرته الحنطة يقشرونها فتصير نفس الحبة الداخلية فهذا متى يصير بهذا الشكل الخبز النقي؟ لما أنت يعني عندك وفرة فتستغني عن هذه القشرة فلما تطحن الكاميرا ستكون أقل لكن الخبز يطلع مثل الخبز اللبناني الأبيض هذا مو الخبز الأسمر اللي هو مع القشرة فهذا أرقه بمعنى آخر فهني يقول اتخذوها مثل الأفهار أفهار جمع فهر فهر يعني شنو؟ مثل الحصمة الصخرة الناعمة الصلبة اللي هو مثل الحصم يعني نزيل شي سوهم فيها؟ فجعلوا يستنجون بها الاستنجاء يعني شنو؟ احنا نعرف بأنه إذا ما فيه ماء بالصحرة بالكذا أجلكم الله تطهير مخرج الغائط يتم بالصخر مثلا أو بالكلينكس فإذا واحد ما عنده كلينكس يلجأ إلى الصخر أي صخر صخر الناعم اللي ما يتفتت فبالتالي كانوا ينظفون فيه هذا هذا حتى عندنا بالفق موجود ويعني يغني عن الطهارة بالماء وقت اللي مثلا الواحد يعني عادة يلجؤون حق هذا لما ما فيه ماء فبالتالي هؤلاء بدل استعمال الماء والحجارة وكذا يبون هذا ناعم وكذا والآخر يمادة غذائية يستنجون فيها يكودونها مثل كور يسوون ويستنجون فيها فابتلاهم الله عز وجل بالسنين والجوع صار عندهم قحط فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلون هذه البقايا النجسة اللي كانت ملقية يمنة ويسرة يدورونها من شدة الجوع طيب هذه رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام هكذا الإنسان من يصير عنده فلوس وكذا يتفنن في الطغيان في مثل هذه الأمور يعني ذاك اليوم أحدهم يسولف لي يقول يسأل عن حكم شرب الشاي بالذهب حك شرب الشاي بالذهب قلت له يعني شنو شرب الشاي بالذهب شنو يقول شاي في ذهب نغليه ونشربه يجوز ولا ما يجوز قلت له يعني هذا عين الإسراف يعني شنو بيكون هذا غير الإسراف شنو الغاية منه بس جدي بس جدي نوع من الكشف شاي قال هاي كومة بثثمية دينار بعد الإنسان من يصير عنده فلوس كل شي ممكن ذاك اليوم أول أمس خبر حاطينا بال واحدة من يعني وسائل الأخبار فيقول أكوة جلكم الله مرحاض في بريطانيا مختفي مصنوع من الذهب مختفي عندهم شا العقلي يعني مكان النجاسة وكذا تسوي من الذهب الخالق فسك فالله سبحانه وتعالى أحيانا يضيق على الإنسان حتى لا يطغب مثل هذا الطغيان ومن صور هذا الطغيان غزو الأمم الأخرى يصير عنده مال ويصير عنده قوة ورجال وكذا أول ما يفكر فيه الاعتداء على الآخرين ويكبر مملكته على حساب الآخرين ليس من باب نشر العدل حتى لا طغيانا وظلما وإفسادا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل وكذلك يفعلون وكذلك من صور الطغيان إن الأثرياء يضغون على الناس داخل مجتمعاتهم إن قارون كان من قوم موسى شو اللي سوى فبغى عليهم ليش وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين هذه النقطة الثانية إن الروح الطغيان الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بأمور حتى يخلي روح الطغيان هذه الشيء يصير فيها لا تظهر ثالث أمر نجده في القرآن عن الابتلاءات اللي يصاب فيها الإنسان أحيانا حتى يكون إنسان متواضع التواضع من الصفات الجميلة من الصفات التي تقوي الروابط الاجتماعية وأيضا مثل هذا الأمر الإنسان عندما يكون متواضعا الله سبحانه وتعالى يغفر لذنوبه ومن جهة أخرى يعطيه من الثواب ما يشاء عن علي عليه السلام ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المجاهد ويبتليهم بضروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم وإسكانا للتذلل في نفوسهم وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله وأسبابا ذللا لعفوه هم عفو هم رحمة من الله سبحانه وتعالى وثواب وعطاء في الآخرة وفوق هذا أيضا يكون سلوك إيجابي من خلال التوابع الأمر الرابع من خلال ذلك من خلال هذه الابتلاءات والصعوبات الإنسان يبني شخصيته يقوي نفسه يصير عنده صبر أكثر يتحمل أكثر على قولة البعض يقول يلدي صار يبر خلاص فبالتالي هنا أمير المؤمنين عليه عليه السلام يعطينا في قصة عثمان بن حنيف عثمان بن حنيف الأنصاري صحابي جليل ريال كبير بالسن شيبة كان في البصرة والي معين من قبل الإمام عليه عليه السلام هناك مرة من المرات دعي إلى مأدبة لبعض أثرياء البصرة وذي لا ما دعوا إلا لأنه كانوا يابون يشترون ذمته يعني يقولون شنو اطعم تستحي العين اطعم الفم تستحي العين فهذا سووا له عزيمة وشدي واحترامات وأغاء أغاء تفضليني وكذا المهم إمام علي دره مباشرة تندز له رسالة الإمام سلام الله عليه يعالج هذه القضية ويوضح له أنت دير بالك دير بالك من مثل هذه التصرفات انتبه كذا في ذيل هذه الرسالة يقول للإمام سلام الله عليه يقول له شوف اخذني قدوة حقك ولو شئت لاهتديت الطريقة إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القم هذا اللباب اللي مننا يصير الخبز النقيل اللي تكلمنا عنه قبل ونسائجي هذا القز لأقمشا ناعمة من الحرير ولكن هيهات أن يغلبني أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ولعل بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرص الله ممحرم هذه الخيرات على الناس لكن من جهة اللي يكون في موقع المسؤولية قائد للمجتمع هو حاكم المجتمع والمجتمع هذا في فئات فقيرة مسحوقة حين ذاك عليه أن ماذا يفعل ينزل إلى مستواهم أو يرفعهم إلى مستوى العالي أما أن يصلح هذا الخلل وإذا ما في قدرات لإصلاح هذا الخلل حين ذاك يكون ينزل هو حتى يرتاحون نفسيا هم من جهة ومن جهة أخرى هو يشعر ماذا بأوضاعهم مشاكلهم فيعمل بكل جد من أجل أن يصلح هذه الأوضاع ولعل بالحجاز أو باليمام اليمام هي في وسط السعودية حاليا تقريبا باتجاه قطر جزء من نجد والربع الخالي هذا يسمون اليمام والرياض مثلا مدينة الرياض هي من اليمام ولعل بالحجاز أو باليمام من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع بالشبع أو أبيت مبطانا يعني بطني ملآ أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرّة تعرفون أنتم معاناة الجوع أو أكون كما قال القائل وحسبك داء إذا تبيت تعرف المرض الحقيقي هذا مرض حقيقي وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد هذا مرض عند الإنسان وليس لكن ليس بالمرض الجسدي وإنما مرض بالنفس مرض بالعقل مرض بالمشاعر مرض بالإيمان وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى ماذا إلى هذا اللحم المقدد اللي هو يكون من يعني أردأ اللحم وأقل سعراً وكذا مجفف يحطون يقددون يحطون مدة بالشمس ودخنون عليه وكذا حتى يحافظ طول المدة فتشوف يعني صعب المذاقة أيضاً فبالتالي الإمام سلام الله عليه يقول هذا أنا ما ممكن أني أعيش مثل هالحالة أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدار أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش فما خلقت ليشغلني أكله الطيبات على طول الأبليكيشن يمي طلبات ده 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 يا أبو بيزا ده ده بعد شوي يا أبو هامبرغر ده ده بعد شوي يا أبو مجبوس وليل ونهار هذه الطلبات تتحرك أكله وراء أكله شويه من هاذا قطة هاذا طعما مو حلو وهذا كذا فما خلقت ليشغلني ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة هناك نوعين في نوع يحطونهم بالحظائر ويبول لها العلف وكذا جدامها فليل ونهار هي ش تسوي تشرخ بهذا أو المرسلة شغلها تقممها منزل راسها في المراعي تمشي وتاكل يمين ويسار يمين ويسار يقول الله خلقني حق هذا أنا أرى أن قيمتك إنسان أرقى من هذا الأمر بحيث أحط كل هم في بطني تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها يعني نهايتها هذه ش بيساوون فيها بيذبحونها خلونها تاكل وتاكل عشان تنذبح أنا هم إذا بعيش هالحالة بالنهاية بموت فأغفل عن هذه ما أفكر بالموت الموت يبيل استعداد أو أترك سدن أو أهمل عابثا أو أجر حبل الضلالة أو أجر حبل الضلالة أو أعتسف طريق المتاهة يعني أنا لن أسمح لنفسي أن أعيش حالة من العبثية في الحياة أسير بغيري هدى أعتسف يعني أسير بغيري هدى ما أدري الله وين بيوديني شنو مصيري من أين إلى أين ماذا أفعل ما هدفي في الحياة تشوفه كل يوم ما يدري شي يسوي يقوم الصبح يتريك كذا قام راح السوق تمشى إذا شاف لأحد سولف معاه ما شاف لأحد قاعد يطالع اللي رايح واللي خلص هذا رجع البيت تغدى حط راسه ونام قام هم ما يدري شي يسوي يطلع يروح من ديوانية لديوانية من دون أن يكون عنده هدف في أي اتجاه لا أنه يبي يصلح نفسه ولا يطور نفسه ولا أنه يكتسب خبرات ولا أنه مثلا يخطط لآخرته بعباده بذكر تلاوة قرآن يصلح بين الناس يسوي لأعمال خيرات كذا أبدا ضايع في هذه الحياة وكأنه ينتظر لحظة الموت ما يدري إنه شي يسوي والله ليش يايب به الدنيا هذا النموذج من الناس أمير المؤمنين يقول هيهات أن أكون من مثل هذا النموذج كأني بقائلكم يقول إذا كان هذا قوت بن أبي طالب إذا علي أكله قليل بهذا الشكل فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران المفروض أن الإنسان لمن ما يأكل شي يصير ضعيف البنية ومنازلة الشجعان ألا وإن الشجرة البرية أصل بعودا يقول أعطيكم نموذج حتى تفهمون الصورة كيف أنا عندي قوة جسدية في الوقت الذي لا أنكب فيه على الطعام بالشكل اللي يكون فيه شره بالأكل أو كل تفكيري بالأكل يقول شوفوا نوعين من النبات عندنا عندنا النبات الصحراوي اللي بالسنة ينتظر مواسم يحوشة شوية مطر وتشوف شنو هذه الشجرة مقاومة طول السنة طول السنة حية وتشوفها صلبة وقصب إنها تنكسر وأوراقها وكذا بطريقة الله سبحانه وتعالى مخليها بحيث إنها تقاوم الظروف هذه وتقدر تستمر في الحياة وفي المقابل شوف النباتات اللي عندك داخل البيت نباتات الزينة تحتاج ماي وسماد وفيتامينات ومادري كذا ويدوب أه تكمل معاك ولا يكون أحد يحوش طرفها تشققت الورقة من أول للأخير وبعدين صارت سودة وبعدين ماتت وذبلت هذه الورقة بمجرد ما أحد يلمسها بمجرد ما يصيبها آفة تشوف إنها تذبل وتموت الإمام سلام الله عليه يقول أنا هكذا كالشجرة البرية شوية مطر يكفيني يعطيني قوة في هذه الحياة ألا وإن الشجرة البرية أصل بعودا والروائع الخضرة أرق جلودا والنباتات العذية العذية يعني الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر أقوى وقودا وأبطأ خمودا هذا اللي ما يسقي إلا المطر يستعمل في إشعال النار فيعطيك نار كثيرة بينما الشجر الأخضر إذا حطيته في النار بسرعة نار تنطفي وما يعطيك ذاك المدد للوقود وأنا من رسول الله وهذه كلها تربية الرسول وهذه كلها اقتداءا واهتداءا بالرسول صلى الله عليه وآله وأنا من رسول الله كالصنوي من الصنو يقول شايفين اللي انخلق لما نطلع الفروخ مرات تلقون فرخين لازقين ببعض مثل التوأم هذا يقولون صنوين فيقول أنا كالصنوي من الصنو كأن مثل هالفرخين من النخل اللي هو صغار طالعين لكن هنين هم ملتصقين ببعض أنا ورسول الله هكذا هذه أختها من رسول الله والذراع من العبد طيب الأمر الخامس أيضا أن مثل هذه الابتلاءات تكشف للإنسان طبيعة المشاعر والأفكار والتصورات التي يحملها عن نفسه هل هي حقيقية أم يخدع نفسه بها يتصور أنه متقي بس ما يدري هل فعلا هو متقي ولا لا يتصور أنه صبور بس ما يدري هو صبور حقيقة ولا لا يتصور ويتصور ويتصور من يصير الابتلاء ينكشف المعدن الحقيقي لنفسه فيكتشف أنه عنده ضعف فيها النقطة ضعف فيها النقطة فيكون هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى من أجل أن يصلح نفسه نحظ في غزوة أحد لما نزلت المصيبة في غزوة أحد كانوا منتصرين المسلمين ثم هزموا وأصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وفر المسلمون من ساحة المعركة وبقي النبي وبقي علي وبقي عدة نفر ثم حمل رسول الله مغميا عليه حمل إلى الجبل ثم أفاق نزلت مجموعة آيات في سورة العمران تعالج هذه القضية ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا الله سبحانه وتعالى خلاهم ينامون المسلمين وهم في الجبل هربانين من المعركة خلى عندهم حالة من النعاس تدرون أنت عندك مشاكل ومتهاوش وكذا بالليل تحط راسك تقوم الصبح تشوف هذا الأثر النفسي لللي كنت عليه في السابق قبل النوم أغلبة شيء يصير فيه يروح أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم لكن في قسم ما صار لهم هذا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هذه لا ما عندهم إيمان حقيقي عندهم همهم نفسهم أن ينجون من المتل من القتل والإصابة وأكثر من هذا أنه بدأ تحدث تحدثهم أنفسهم أنه يبدو أننا نغشينا بالرسول هذا مو صج مرتبط بالله سبحانه وتعالى قرآن وجنة وكذا يبدو أن هذا طلع مو صحيح وأنه يوم كنا على الشرك وكذا يعني ذاك هو الصحيح يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء يعني الوعود اللي انتصارات وراح الروم والفرس يصيرون تفتحونها وكنوزها تصير لكم وكذا كان يحدثهم الرسول صلى الله عليه وآله اصبروا راح تشوفون كيف الله ينصركم في تلك اللحظة بعضهم صار يحدث نفسه أنه يبدو أن هذا طلع كله شنو كلام غير سليم هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم هذا كله يدور وين في ذهنهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم اللي يوم ياي بيموت على فراشة أو في ساحة المعركة أو طالع بالشارع بيموت قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي لماذا صار هذا كله وليبتلي الله ما في صدوركم الله يبي يختبركم ويبرز معدنكم لأنفسكم خل كل واحد يكتشف عند إيمان حقيقي ولا لا عند صبر ولا لا عند التزام عند ولاء عند حب وليمحص ما في قلوبكم تمحيص بحيث يظهر المعدن الحقيقي والله عليم بذات الصدور طيب هذه مجموعة أمور قد نفهم من خلالها لماذا يبتلى الإنسان الآن نرجع للسؤال اللي بديت في البحث كيف نميز ما هو من نوع العقاب الإلهي إن هذا اللي صار فيني الآن هذه عقوبة من الله أو إن هذا ليس بالعقاب الإلهي السؤال هنا حقيقة يطرح على هذا السؤال لماذا تريد أن تعرف هذا عقوبة أو غير عقوبة يعني إذا عرفت أن هذه عقوبة ما الخطوة التي ستقدم عليها إذا كان سبب سؤالك وبحثك ومحاولة اكتشاف هذا الأمر من أجل معرفة موطن الخلل والذنب اللي ارتكبته من أجل أن تصلح نفسك هذا جيد وهذا لا يستدعي أنك تعرف أن هذه عقوبة أم لا إذا أنت تدري أنك مسوي شي خطأ عليك أن تبادر لإصلاح هذا الخطأ سواء علمت أن هذه عقوبة أم لم تعلم وأما إن كانت سبب لهذا السؤال هو مجرد أنك بتعيش حالة اللوم الداخلي والقلق وتاكل بنفسك الله معاقبني إذن أنا مخش إنسان إذن ما راح أشوف الجنة إذن أنا من أهل النار إذن 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 ويظل الإنسان في هذه الحالة تأكل الوساوس من الداخل تثبته وتجعله في حالة من اليأس أو يقول بعد إذا مدام أنا من أهل النار وأله غضبان عليه فحينذاك أستمر في هذه المعاصي في الدنيا وبالتالي يكمل طريقة في هذه المعاصي دون أن يرتدع إذا كان السؤال لغاية إيجابية ابحث لربما تصل إلى نتيجة لربما لا تصل ولكن إذا كان لشيء سلبي فما في داع الإنسان أن يسأل نفسه هذا اللي صار فيني عقوبة أم لا أهم شيء يسأل نفسه هل في احتمال أن يكون عقوبة لن نمسو شيء خطأ فأبحث عن الخطأ من أجل أن أصلح والإنسان ليس مطالبا بالتمييز بين الأمرين لأن في نهاية المطاف ما رح يحصل جواب أكيد أو نتيجة حقيقية يقدر يطمئن لها مئة بالمئة الله سبحانه وتعالى يقول وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء يبقى الظن ظن احتمال صح واحتمال غير صحيح فلماذا تعيش هذا الهاجز دون أن يترتب عليه شيء إيجابي ما المطلوب منك أن تعمل بما يرضي الله أن تستقيم في طاعة الله أن تحتسب الأجر من خلال الصبر على هذا البلاء وهذا المصاب وأن تصبر على هذا البلاء أمير المؤمنين يقول لابن عمه قثم ابن العباس قثم أخه عبدالله ابن العباس عينه الإمام علي عليه السلام واليا على مكة ولا تكن عند النعمة بطرا ولا عند البأساء لمن تنزل المصائب والشدائد ولا عند البأساء فشلا وقت اللي يصير عندك خير ونعمة وأموال وقوة وصحة وكذا لا تصير إنسان مثل النموذج قارون إنسان يفرح بالحياة فرح البطر بمعنى أنه ينفق أمواله في الحرام ينسى الله سبحانه وتعالى يركز همه في الدنيا ويصير عنده حالة طغيان وتكبر على الناس لا تصير عندك هالحالة وإذا صرت في حالة بأساء لا تصير إنسان فشل بحيث تقعد في البيت يصير عندك يأس يصير عندك خمول ما يصير عندك انطلاقة مجددة في الحياة لا تعرف كيف تصلح من أوضاعك اعتبر هذه تجربة تنطلق منها في الحياة لإصلاح أوضاعك بل نفس بقاء الإنسان على قيد الحياة بعد نزول المصيبة إذا نزلت مثلا في جسد مجرد أنك على قيد الحياة وتتنفس وقادر على أنك تفعل شيء هو هذا بحذ ذاته رحمة من الله كيف لأن الله ما أعطيك فرصة كان ممكن أن الله سبحانه وتعالى يأخذ روحك وتنتهي القصة مدام الله ما أعطيك فرصة إذن عليك أن تغتنمها وبالتالي لا تعيش حالة الهاجس للعقاب الإلهي وإنما تعيش حالة الأمل إن الله أعطاني فرصة ثانية خل أصلح أوضاعي حتى أقبل على الله بوجه أبيض حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل هذه مصيبة نزلت على راس فرعون ما أمهل بعدها هل ينفع هذا الكلام أما إذا نزل فينا شيء من المصيبة وألا أعطاننا فرصة نشكر الله سبحانه وتعالى أنه أعطاننا مثل هذه الفرصة وأنا من المسلمين الآن الحين تقول هذا الكلام وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين هذا الحتي مأخوذ خيرا ما ينفع الفرصة راحت عليك الأجمل من هذا أيضا كله أن يحول الإنسان ابتلاءه إلى سبب لخدمة الآخرين في معالجة نفسية مرة قرأت مقال جدا جميل معالجة نفسية في الغرب طبعا مو عندنا يقول بأن في شخصين زوجه زوجة من روسيا بخطأ طبي إن ولدت لهم طفلة فيها نوع من الإعاقة مرات يصير تأخر في الولادة كذا ينقطع لكسجين عن الجنين فيصير إعاقات أحيانا كذا فبالخطأ الطبي صارت المشكلة هذه والأم مدرسة وكذا يعني مهم أطباء في هذا المجال فعانوا من حالة صحية لهذه الطفلة فبدأوا يقرون يدخلون على الانترنت يسألون يرسلون جهات الطبية وجهات اللي يقدمون خدمات طبية مجانية أو معلومات وغيرها يسألون ديكاترا على الانترنت وبدأوا يتبعون هذه الخطوات اللي يرشدونها لهم إن شلون يتعاملون مع هذا الطفل بهذه الإعاقة وكيف يقللون من السلبيات المرتبطة بها وكيف مثلا إن هذا الطفل من ناحية الجسدية يتحسن يصير عنده قدرات يقدر يستفيد من القدرات اللي موجودة عنده في إنه يواجه ظروف الحياة المختلفة تعلموا هذه المهارات واكتسبوا فيها خبرة ممتازة بحيث نجحت تجربتهم مع بنتهم شنو اللي يسووا بدأوا أهم يصيرون من خلال هذا الإبتلاء الذي ابتلوا به صاروا هم جهة أعلنوا عن نفسهم إن اللي أطفالهم مصابين بمثل هذا المرض ترى احنا عندنا خبرة طبية وعلاجية وإرشادية وتربوية نقدر مجانا نقدمها للي يحب وتحولوا إلى شبه جمعية خيرية الأم والأبو الزوج والزوجة وهذه تقاعدت من التدريس وصارت مثل ممرضة هم تراعي الطفلة وهم تدرب الأمهات والآباء اللي يحتاجون إلى إرشاد في هذا المجال وتحولوا إلى نموذج خرج هذا النموذج من حالة الإبتلاء اللي من الممكن أن يسقط الإنسان في الحياة ويخلي يعيش هذا الهاجس إلى نموذج آخر هو هو الإنسان الذي يساعد الآخرين من أجل أن يخفف من محاناتهم في مثل هذا الإبتلاء هذه أيضا واحدة من الإيجابيات الجميلة التي تترتب على الإنسان الذي يفهم فلسفة الإبتلاء فلسفة المصيبة فلسفة لماذا الله سبحانه وتعالى يجعل الحياة ليست على نسق واحد وإنما متغيرة في يوم نشوف عندنا الراحة والرزق وكذا وفي يوم نشوف عندنا المرض وعندنا الابتلاء وعندنا الفقر وعندنا غير ذلك نلخص مجموعة أفكار على السريع ماذا نفعل إذا ابتلينا واحد أن لا تغفل أن هذه الطبيعة المفروضة للحياة هي الحياة هالشكل من تكون الصورة عندك واضحة تستطيع أن تتعامل مع الحياة وما تتفاجأ مع صعوبات الحياة وما تتفاجأ إذا يتلك صعوبة هذا واحد اثنين الطمأنين والثبات وعدم الجزع الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هذه الحياة مدائمة وفي معاد إلى الله إذن لازم نقدم كتابنا بحيث نكون بالاتجاه الصحيح فيما يرضي الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذين اللي يعرفين طريقهم بالشكل السليم ثلاثة الصبر والتحمل وصولا إلى التسليم بما قدر الله بل الأرقى من هذا أن يحب الإنسان ما قدره الله عز وجل عن الإمام الكاظم عليه السلام لن تكونوا مؤمنين حتى تعدوا البلاء نعمة والرخاء مصيبة إن هذا الرخاء وهو اللي تتخوف منه إنه دائما دائما مرتاح وكل شيء متوفر لك هذا مو طبيعي هذا يمكن اختبار الله يبي يشوفك شون تصير كذا وذلك أن الصبر عند البلاء أعظم من الغفلة عند الرخاء أربعة حسن الظن بالله تعالى الله هو الرؤوف الرحيم الودود العليم السميع الله سبحانه وتعالى لا يريد بالإنسان إلا الخير حسن الظن بالله عز وجل خمسة تكرار ذكر الله سبحانه وتعالى هذا التكرار في الذكر يقوي حالة الإيمانية والصبر عند الإنسان عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قل عنده كل شدة تشتد فيك الأمور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تكفيها يعني هذه تعطيك عزيمة تعطيك قوة لما تقولها عن وعي وإدراك روى الكوليني في الكافي عن علي بن إبراهيم القمي رفعه الرواية رفعها لما حمل علي بن الحسين عليه السلام إلى يزيد بن معاوية هذا بحد ذاته مصيدة هذا بحد ذاته أن يكون زين العابدين حفيد رسول الله وهو الإمام وهو ابن الحسين سيد شباب أهل الجنة أن يقدم أسيرا عند شخص مثل يزيد لما حمل علي بن الحسين عليه السلام إلى يزيد بن معاوية فأوقف بين يديه هذه مصيبة ثانية قال يزيد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم كأن يتهم الإمام أن أنت البغات أنت وأبوك الحسين ومن معه بغات ظالمون خرجتم على إمام زمانكم هذه الرسالة اللي بيقولها بيستغل هذه الآية القرآنية فقال علي بن الحسين عليه السلام ليست هذه الآية فينا لا هذه ما تنطبق علينا إن فينا قول الله عز وجل هذا الوضع من الإبتلاء الذي نعيشه نحن الآن لا ينطبق علينا أننا ارتكبنا شيء فهذه النتيجة الطبيعية لما ارتكبنا لا أبدا إن فينا قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها هذا كل في علم الله عز وجل ولا يكتبه الله إلا لوجود مصلحة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقد حاول الطاغية أن يستغل الفرصة لإسقاط الروح المعنوية للإمام زين العابدين عليه السلام فقدم لنا الإمام عليه السلام درسا في الثبات وعدم السقوط أمام محاولات الأعداء أن يستغلوا ما يصيبنا من مصائب ليهزمونا نفسيا ويسقطونا معنويا والثبات المعنوي والنفسي نوع من أنواع الانتصار كما الانتصار المادي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته